عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماع لاستعراض خطة وزارة الصحة لتنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية أكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية لكونها تستهدف ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية بهدف تقليل الأثر السلبي لزيادة السكانية غير المنضبطة على معدلات التنمية تتضمن خطة وزارة الصحة العمل على التوسع في خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بعد الولادة للاهتمام بصحة المرأة المصرية وذلك بالقطاع الحكومي والأهلي والخاص وضمان جودة هذه الخدمات مع بحث سبل التوسع في التصنيع المحلي لكل أنواع وسائل تنظيم الأسرة وتحويل مصر إلى أكبر مركز إقليمي لتصنيع وتصدير وسائل تنظيم الأسرة إلى القارة الأفريقية